مع أنه هو ذكرنا ولا ما ذكرنا ما رح يضيفنه يعني هو الولد ما رح يضيفنه يعني هو الولد ما رح يضيفنه الولد كل راس ماله عمره يمكن سنة عمره 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 الطشة الفنية مالته سنة هو حتى مرة طلع فيه لقاء تخيل تخيل بع الموضوع طلع فيه لقاء لا على الفنانين العراقيين الولد قال كاظم الساهر وماجد المهندس ومحمود التركي فقط أنه هو يعرف بس هذولي زين تعال خلينا تحاسبانيا تعال خلنجب ورقة وقلم أنت كاظم الساهر ذكرته مجاملة لأنه أنت تعرف أنه كاظم الساهر هو الايدل كاظم محتاج فناني ذكرى يعني؟ بالضبط هو الايدل مال العراق هو واجهة الفنية المتقفة الراقية أنا ما لعلاقة بالعرب أنا إذا أحشى عن نفسي كعراقية وعن بلدي وعن فنانيني العراقيين أنا ما لعلاقة بالعرب أنا اليوم كاظم واجهة عيب على اللي يطلع أصلا يعني وما يقول كاظم ها يا منتين منها فعوف كاظم على صفحة ماجد المهندس أنت من ذكرته أنت الكل يعرف أنه أنت دائما تحاول تقلد هذا الشخص بس لكن هذا الشخص أنت المفروض ما تقلده هو محمود التركي يريد يقلد ماجد المهندس؟ بيحاول يشتغل على هذا الموضع لكن أنسى عوفه عوفه فنيا شوفه كشخص قلده كشخص وشوف شن هو بعدين قلده أما عند تجد تمدح نفسك وتلغي تلغي تراث بي أو أقول لك ما رح تشرك على فنانين يعني المخضرمين اللي لنا الشرف كلنا أنهم موجودين بحياتنا واللي آخرهم موجود الله ينطيهم الصحة والعافية اللي هو الياس خضر وكريم منصر مع حفظ الألقاب طبعا وغيره الله ينطيهم الصحة والعافية عدنا عدنا حتى شباب عمالقة أنت تجاوزت منه؟ ده تتجاوز حاتم أنت؟ أنت ده تتجاوز قاسم ده تتجاوز هيثم ده تتجاوز جعفر الغزان ده تتجاوز حسين الغزان ده تتجاوز فهدوني ده تتجاوز محمد عبد الجبار حسام الرسام حبيب علي أنت ده تتجاوز كوارث ليش هم ذولي مو نفسهم اللي كانوا أنت من تقعد تغني مو كانوا يجونوا يسمعوا لك ويقولون الله ليش أصدقائك ليش اليوم سيف نبيل من يطلع يقول كل الولد هم فنانين وهم نمبر وان ليش سيف نبيل مطلع وقال بس أنا وبس ترجمة نانسي قنقر